نموذج الأعمال لابد أن نعي ونفهم ويكون لدينا خلفية علمية قوية جداً عن ثلاث نقاط رئيسية دراسة الجدوة الاقتصادية نموذج الأعمال وخطة المشروع ولكل جزء من هذه الأجزاء الرئيسية لديه مجموعة من الصفات لديه مجموعة من الميزات التي قد تختلف عن نموذج الأعمال وقد تختلف عن خطة المشروع وكل من دراسة الجدوة ونموذج الأعمال وخطة المشروع لا نستطيع أن نتخلى عنها فدراسة الجدوة هي دراسة قوية جداً هي من سيحقق لدي ربحية أو الخروج من السوق هي من سيعطيني فعلاً قوة في البدء أو الإيقاف نموذج الأعمال هو من ساعدني في تنفيذ أعمالي هو من سيوضح لعملائي ومن سيكون لديه تصور كامل عن العمليات وعن ما يسمى البنية التحتية وإلى آخره خطة المشروع كيف لننفذ أهدافي عبر خطة زمنية محددة عبر خط سير إنتاج معين إلى آخره وذلك راح نتكلم عن الثلاث المكونات لنموذج الأعمال الأساسية دراسة الجدوة عملية جمع معلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلاً لمعرفة إمكانية تنفيذة وتقليل الأخطار وربحية المشروع بمعنى أنها تعتبر في الأساس هي حماية هل أبدأ أو أغير أو أقف أو ألغي الفكرة إلى آخره نموذج الأعمال في هذه المرحلة لا هو أسلوب يتبع أو تتبع المنشأة في إنشاء قيمة ما وكيف لن نحققها وما هي الاستفادة منها بمعنى أنه عملية تفسيرية إضاحية خطة المشروع خطة المشروع لا هي خارطة الطريق التي تحتوي على دراسة تفصيلية لجميع جوانب المشروع لنتمكن من عملية تنفيذة بمعنى من البدء حتى النهاية نجدها في خطة المشروع دراسة الجدوى تأتي قبل خطة المشروع بينما نموذج الأعمال يأتي بعد دراسة الجدوى وقبل بناء خطة المشروع وخطة المشروع تسبق بدء ما يسمى المشروع الهدف من دراسة الجدوى الاقتصادية تحديد جدوى إنشاء المشروع والتعرف على المعوقات بينما الهدف من نموذج الأعمال هو بناء صورة واضحة عن عناصر المشروع الأساسي والهدف من خطة المشروع وضع خطة تفصيلية لكيفية تنفيذ المشروع. دراسة الجدوى الاقتصادية هي أداة للمساعدة في اتخاذ القرار. ففعلا لا نستطيع أن نعمل قرار للتنفيذ قرار للإضافة قرار للتعديل. ما لم يكن عندي فعلا معلومات وبيانات دقيقة ولا نستطيع أن نحصل عليها إلا من خلال ما يسمى دراسة الجدوى. لموذج الأعمال أداة للمساعدة في اتخاذ القرار. فهو كذلك يساعدنا لأنه هو عبارة عن صورة واضحة عن عناصر المشروع كامل. وبذلك أستطيع أن نتخذ القرار مناسب. كذلك خطة المشروع يساعدني كذلك في اتخاذ القرار. لأنه يعتبر فعلا لدي خطة تفصيلية. لدي معلومات وبيانات لكيفية تنفيذ لمشروعه. وبذلك أستطيع أن نتخذ القرار بناء على تلك الخطة. بناء على نموذج الأعمال. بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية. دراسة الجدوى الاقتصادية هي وثيقة تتضمن العديد من الصفحات. تتضمن الجوانب السوقية والإنتاجية والمالية وبذلك نجد أن دراسة الجدو الاقتصادية دائما نقول لازم يكون عندنا دراسة سوقية دراسة للإنتاج دراسة مالية نموذر الأعمال يتضمن أهم عناصر المشروع مع كتابتها في صفحة واحدة بحيث أنها تكون مختصرة وتكون واضحة وتكون فعلا دقيقة لأهم نقاط عناصر المشروع خوطة المشروع هي وثيقة تضمن عدد كبير من الصفحات التي تحوي تفاصيل إنشاء المشروع من وإلى دراسة الجدو الاقتصادية هي طريقة سردية وتقرير بمعنى أنها لابد أن تكون لديها سرد لجميع المعلومات وتعطيني تقرير واضح لكل جزئية مثلا تقرير عن الوضع السوقي تقرير عن الوضع المالي تقرير عن الوضع الإنتاجي نموذج الأعمال هي طريقة بصرية تخطيطية بمعنى مجرد بس أنك تنقل نظرك لنموذج الأعمال راح تأخذ مجموعة كبيرة جدا من المعلومات التي تستنبطها من خلال هذا النموذج ورح نطلع على نموذج بعد قليل وهذا النموذج قد نجد فعلا من جرد بس نطلق نظرنا على هذا النموذج أعطانا معلومات لم تكن لدينا خطة المشروع هي طريقة سردية وتوضيحية لما يتضمن المشروع من التفصيلات الخاصة بكيفية تنفيذ ذلك المشروع دراسة الجدوى الاقتصادية تستخدم في المشاريع التقليدية بينما نموذج الأعمال خاصة بالمشاريع الابتكارية من التطبيقات الهواتف الفلاكية وكذلك خطة المشروع تستخدم في المشاريع التقليدية والابتكارية في نفس الوقت دراسة الجدوى الاقتصادية تجاوب على سؤال هل تنفيذ المشروع مربح؟ استفهام بمعنى إذا جاوبت علينا في دراسة الجدوى أن هذا المشروع مربح أو غير مربح فبذلك تجد أن دراسة الجدوى الاقتصادية أدت عملها بالشكل الصحيح بينما السؤال في نموذج الأعمال ما الذي يجب أن نقدمه أو نعمله؟ بمعنى كيف لنا أن نقدم هذا العمل أو كيف لنا أن نقوم بتنفيذه ولمن؟ الثالث خطة المشروع سؤال كيف سنقفذ العمل أو نديره كيف ننفذ العمل أو نديره بالطريقة التي تناسب تلك المشروع أو مشروع أو تلك المنظمة